السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام أفاد مصدر أمني كويتي بوفاد وافد سوري قتل أمه وشرتي موري صباح اليوم الإثنين متأسان بإصابات لاحقت به بعد تبادله إطلاق النار مع رجال الكوات الخاصة ونقلت صحيفة الأنباء الكواتية على موقعه الإلكتروني اليوم على المصدر قوله أن السوري فراق الحياة أثناء تلقيه العلاق في أحد مستشفيات الكويت وأضاف أنه تم رصد الجاني من قبل دورية أمن عام في الوفرة والاستضام به أثناء رجو مشيرا إلى استدعاء الكوات الخاصة لإحكام السيطرة عليه داخل المزرع التي حوال اختباء فيها وأثرت جريمة مقتل رجل أم كويتي طعنا على يده المقيم السوري صباح اليوم والذي قام أيضا بكتل والدته الكويتية بتعنات عدة ردود فعل غاضبة ووقعت الجريمة عندما غافل الوافد السوري شريتيا من قوة إدارة مرور محافظة الأحمدي جنوب الكويت العاصمة التي استوقفه لتحريم خلفه مرورية له فأنهل عليه طعنا بالسكين حتى فراق الحياة في الشارع العام وتوجه الجاني بعد جرمته إلى منزله في منطقة الكسور ليكون بطعن والدته الكواتية بعد الطعنات ويسكتها كتيلة والسلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله